ربما تكون نسخة منديال قطر الأكثر إثارة للجدل في تاريخ نهائية كأس العالم وسط انتقادات غربية على وجه القصوص لبلد عربي ينظم المنديال لأول مرة وبعد 12 آمن من نيل قطر قرأة استضافة المنديال حققت مقالة منظمون حدث الرياضي الأكبر إنه الأول من نوعه على مستوى التنظيم والملاعب بالإضافة إلى أنه البلد العربي الأول الذي يحتضن بطولة عالمية على مستوى كأس العالم هذه النسخة هي السابعة والأخيرة من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها 32 منتخبا ففي عام 2018 درس الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية توسيع البطولة لتشمل 48 منتخبا والمقرر لعقدها في 2026 وتطبيقها في نسخة 2022 ومع ذلك في 2019 ألغيت هذه الفكرة بسبب العديد من الصعوبات أهمها أن لجنة التنظيم خططت مبدئيا لاستيعاب 32 وليس 48 فريقا حيث سيشارك 48 منتخبا في نسخة 2026 المقرر لتنظيمها في الولايات المتحدة المكسيك وكندا وتتنوع خيارات الاستضافة التي توفرها قطر ما بين كبائن خاصة بالمشجعين وخيم في معسكرات بالصحراء بالإضافة إلى الفنادق والشقاق الفندقية وحتى الفنادق العائمة وتشير التقارير الصحفية لأن قطر أنفقت نحو 220 مليار دولار أمريكي لتستضيف المونديال وبالتالي ستصبح هذه النسخة الأغلى في تاريخ البطولة لكن لا توجد بيانات رسمية كاملة حول حجم الإنفاق إذن في مونديال العرب فهذا ما تترقبه الجماهير العربية التي كانت تتمنى تأهل مصر والجزائر إلى نهائيات المونديال لتصبح المشاركة الأكبر عددا للعرب في المونديال المقام في دولة عربية شكرا